السلام عليكم مرحبا مجددا أصدقائي اليوم بإذن الله سوف نقدم لكم فرض في مادة العلوم الطبيعية أو علوم الطبيعة والحياة عندنا فرض الفصل الثالث لتلاميذ السنة الأولى متوسط النموذج رقم واحد والنموذج الثاني سوف ينزل على القناة قريبا وبدون إطلاع أصدقائي لنبدأ مع فيديو اليوم البضعية الأولى أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد أولا تتم المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر على مستوى الأوراق فقط ثانيا تتم المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر بامتصاص غاز ثنائي أكسيد الكربون أو سي أوثنين وطرح غاز الأوثنين وهو ثناء الأكسجين وبخار الماء ثالثا التخمر هو استعمال الغذاء في وجود غاز الأوثنين بغرض إمتاج الطاقة ورابعا وأخيرا التخمر هو وظيفة حيوية تقوم بها كل الكائنات الحية الوضعية الثانية واحد الكيلية هي عضو من أعضاء الإطراح فما هي الأعضاء الأخرى للجهاز البولية الآن هو أعطى لي عضو أحد أعضاء يعني الإطراح رح نذكره الأعضاء الأخرى للجهاز البولية أو جهاز الإطراح ثانيا ما الفرق بين البول والعرق؟ رح نعطيه الفرق بين أتهم ثالثا برسم تخطيطية بين مكونات الجهاز البولية رح نرسم رسم تخطيط بينه فيه مكونات الجهاز البولية رابعا ما هو الجهاز الآخر الذي يقوم بتخلص الجسم من المواد السماء؟ أيضا كان جهاز آخر غير الجهاز البولية كان جهاز آخر يقوم بتخلص الجسم أو يساعد الجسم على التخلص من المواد السماء الوضعية الإزماجية تستطيع بعض الكائنات الحية مثل الخاميرة وفي غياب ثناء الأكسجين أي الأثنين الحصول على الطاقة اللازمة لنشاطها ولتفسير هذه الوظيفة الحيوية قام هيثم بالتركيب التجريب الموضح في سنة واحد عندنا هنا السنة واحد وبعد مدة سجل الملاحظات المدونة في سنة اثنين عندنا هنا هيثم هذا تلميذ هنا قام بهذه التجربة الموجودة في سنة واحد وعندنا هنا عطامج معامل الملاحظات في سنة اثنين بالنسبة للسنة واحد ها هو نلاحظوا عندنا هنا جبنا عبارة عن أنبوبة اختبار نقلبناها من قوسة يعني نعكسناها نلاحظوا هنا درنا هنا رائق الكلس رائق الكلس نلاحظوا ها هو كي تعكرنا رائق الكلس ودرنا هنا أنبوبة توصيل يعني وصلناها هنا درنا سدادة مطاطية ومحلول سكر يعني درنا محلول سكر يدافئ وحطينا فيها الخامير معناها الخامير عفوا معناها زرعنا فيها الخامير عند نفس الشي وسدادة مطاطية لزقنا فيها أنبوبة توصيل أنبوبة توصيل هذه مين طرح؟ طرح عند أنبوب الاختبار المعكوس هنا اللي فيها أكيد رائق الكلس إذن لاحظوا هنا رائق الكلس تأكر أولا من شونا نلاحظه بالنسبة للملاحظات المدونة في سنتين شو لاحظ هايثم؟ أولا صعود فقاعات غازية في أنبوب الاختبار لاحظوا هنا سعداد فقاعات غازية في الأنبوب بتاع الاختبار أمتعنا الآن ثانيا تعكر رائق الكلس تأكرنا الرائق أمتع الكلس ثالثا نقص في كمية السكر نقصة كمية السكر وأرابعا شم رائحة كحول يعني رائحة كحول عند نزع السدادة المطاطية وخامسا تكاثر الخميرة بالاعتماد على السياق وسندات وما درستها أجيب على ما يلي أولا تعرف على الوظيفة الحيوية التي تقوم بها الخميرة في غياب الأكسجين ثانيا فسرت سبب تعكر رائق الكلس ونقص كمية السكر في التجربة وثالثا قدم غذائين اثنين تستعمل خميرة في صناعتهما ننتقل الآن إلى جزء الإجابة أو التصحيح الوضعية الأولى بنسبة الوضعية الأولى أو التمرين الأول طلب مني أن نجاوب صحيح أو خطأ وراح نصحح الخطأ إذا لقيته في الجملة التالية نحن نصح بالجملة الأولى نتعنا تتيم المبادلات الغازية النفسية عند النبات الأخضر على مستوى الأوراق فقط نلاحظوا أن نبات الأخضر أكيد عنده مبادلات غازية النفسية هنا قال لي لهذه المبادلات الغازية النفسية تحدث على مستوى الأوراق فقط خطأ المبادلات الغازية النفسية عند النبات الأخضر تحدث على مستوى مسامات كل أعضاء النبات الأخضر المبادلات الغازية النفسية عند النبات الأخضر تحدث على مستوى المسامات والمسامات هذه تكون في كل الأعضاء منتع النبات الأخضر إذا المبادلات الغازية النفسية تتم على كل أعضاء النبات الأخضر بالتحديد على مستوى المسامات ثانيا تتم المبادلات الغازية النفسية عند النبات الأخضر بامتصاص غاز O2 وطرح غاز O2 وبخار الماء يعني بالنسبة للمبادلات الغازية التنفسية عند نبات الأخضر يمتص غاز CO2 أو غاز ثانيوكسيد الكربون ويطرح غاز الأثنين وبخار الماء خطأ تسيم المبادلات الغازية التنفسية عند نبات الأخضر بامتصاص غاز الأثنين وطرح غاز CO2 وبخار الماء التخمر الآن التخمر هو استعمال الغذاء في وجود غاز الأثنين بغرض إمتاج الطاقة التخمر هو أنه نستعمل أو الخاميرات تستعمل الغذاء في وجود غاز الأثنين بغرض إمتاج الطاقة هنا خطأ التخمر هو استعمال الغذاء في غياب غاز الأثنين يعني ما يكونش غاز الأكسيجين أو ثنعي الأكسيجين وهذا بغرض الحصول على الطاقة ليس إمتاج الطاقة الحصول على الطاقة اللازمة لنشاطها كالتكاثر الآن جملة الرابعة والأخيرة التخمر هو وظيفة حيوية تقوم بها كل الكائنات الحية أيضا خطأ التخمر هو وظيفة حيوية تقوم بها بعض الكائنات الحية كالخمائر فقط وليس كل الكائنات الحية مش كل الكائنات الحية تقوم بهذه الوظيفة الحيوية وهي التخمر إذن خطأ الوضعية الثانية التمنى الثانية واحد الكيلية هي عضو من أعضاء الإطاح الكيلية هي أحد أعضاء الإطاح فما هي الأعضاء الأخرى للجهاز البولي ما هي الأعضاء الأخرى؟ نحن ذكره الآن الأعضاء الأخرى يتكون الجهاز البولي أو الجهاز الإطاحي منه أولا الكليتين والمجاري البولي اللي يتمثل في الحالبان والمثانا ثانيا ما هو الفرق بين البولي والعرق؟ وش هو الفرق بين البول والعرق؟ رح نلقو الفرق بين بيناتهم الفرق بين البول والعرق هو أن العرق أقل تركيزا من البول ولذلك في العرق عبارة عن بول مخفف العرق نسميه بول مخفف لأنه التركيز من العرق يكون أقل من التركيز من البول إذن الفرق بين البول والعرق هو أن العرق أقل تركيزا من البول ولذلك في العرق فالعرق هو عبارة عن بولة مخففة ثالثا برسم تخطيطي بين مكونات الجهاز البولية الآن عندنا ها هو كي الجهاز البولي هنا عندنا رسم تخطيطي دايما كي دير رسم تخطيطي أول حاجة وش ندير لازم نكتب الاسم نتاعي يعني شو هذا رسم تخطيطي إذن عندنا رسم تخطيطي يوضح الجهاز البولي عند الإنسان ها هو كي هنا نلاحظه رسمنا نرسل هنا للرسم تخطيطنا الآن رح نبينه المكونات الجهاز البولية عندنا أولا عندنا وريد أجوف سفلي لهو يجي لون تاعه بالأزرق وشريان أبهر ليجي لون تاعه بالأحمر ويكون أعلى قليل يعني من الوريد الأجوف السفلي لهو جاي باللون الأزرق ثم عندنا الكليتان يوم الكليا اليسرى واليمنى أيضا هذا سهل ثم الحالبان المثانة الإحليل المثانة يجي بعدها الإحليل ثم الفتحة البولية إذن عندنا وريد أجوف سفلي أولا شريان أبهر ثم وريد أجوف سفلي كليا يمنى كليا يسرى الحالبان المثانة الإحليل وآخيرا الفتحة البولية هذه هما مكونات تاع الجهاز البولية رابعا ما هو الجهاز الآخر الذي يقوم بتخليص الجسم من المواد السامة هنا ما هو الجهاز الآخر ليقدر أيضا أنه ليعنده نفس الوظيفة أنه يقدر يخلص الجسم من المواد السامة هذا العضو هذا أو الجهاز هذا هو الجلد الجلد هو الجهاز الآخر الذي يقوم بتخليص الجسم من المواد السامة وهذا لأنه الجلد يقوم بطرحة العرق مع العرق أكيد إذن الجلد هو الجهاز الآخر الذي يقوم بتخليص الجسم من المواد السامة مع العرق الوضعية الإزماجية الوضعية الإزماجية أولا تعرف على الوظيفة الحيوية التي تقوم بها الخميرة في غياب الأكسجين أو ثنائي الأكسجين والشيء الوظيفة الحيوية التي تقوم بها الخميرة كي يغيب ثنائي الأكسجين هنا بالاعتماد على السياق وسندات هنا الوظيفة الحيوية التي تقوم بها الخميرة في غياب ثنائي الأكسجين هي عملية التخمر التخمر ثانيا فسر سبب تعكر رائق الكلسة ونقص كمية السكر في التجربة رح نفسر هنا على تعكر رائق الكلس وعليه نقص الكمية متاع السكر في هذه التجربة سبب تعكر رائق الكلس أولا في التجربة هنا لأنه يمتص غاز CO2 الذي طرحته الخميرة ورائق الكلسة هناك يمتص غاز CO2 أكيد رح يتعكر إذن سبب تعكر رائق الكلس هنا هو امتصاصه لغاز CO2 أو ثاني أكسيد الكربون الذي طرحته الخميرة ثانيا سبب نقص كمية السكر في تجربة لأن الخميرة هنا تغذت عليه وهذا لكي تنتج الطاقة الخميرة تغذت على السكر بشتنتج الطاقة عليها لاحظنا هنا نقص في كمية السكر في هذه التجربة ثالثا قدم غذائين اثنين تستعمل الخميرة في صناعتهما يعني راح نذكر زوج أغذية نستعمل الخميرة باش نقدروا أن نصنعهم ذكر غذائين اثنين تستعمل الخميرة في صناعتهما هما مثلا الخبز والياغورت الخبز والياغورت وفي نهاية فيديو اليوم أكيد لا ننسى الفقر الأخيرة وهي فقرات حكمة اليوم بالنسبة لحكمة اليوم إذا ذهبت بحثا عن العسل فيجب أن تتوقع لدغ النحلة وتماما هكذا هو طريق النجاح فإذا ذهبت في طريق النجاح فتوقع الكثير من العقبات التي يمكن أن تبطئك ولكن يجب عليك الاستمرار وعدم الاستسلام وأصدقائي هذه كانت حكمة اليوم شكرا على دعمكم وعلى تعليقاتكم الإيجابية أتمنى أني كنت عند حسن ظنكم أصدقائي وقبل أن ننهي فيديو اليوم قبل أن ننهي فيديو اليوم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والإشتراك في القناة وتفعيل زر جرس تنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا التعليمية وهذا إن أعجبكم فيديو اليوم أكيد ومع السلامة نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد